كلمة ترفعك إلى رضوان الله وكلمة تنزلك إلى صخطه هكذا هي خطورة اللسان قال عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من صخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والصوم هو المدرسة الربانية لتهذيب اللسان وتحفظ الإنسان من مساوئ الأخلاق فلا يكتمل الصيام إلا بحفظ اللسان عن الآثام فلا غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا فحش بل ولا رد الشتم قال عليه الصلاة والسلام الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرء صائم فإن آثام اللسان قد تمح ثواب الصيام ففي الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالعاقل يضع على لسانه ميزانا يضبط كلامه فإن كان خيرا نطق به وإلا سكت قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بخيرا أو ليصمت